سلطفي انت برضو عملت الزابط في المسلسل الاسرائيلي اظن في المسلسل ايه ده في رقفة الهجان يمكن في رقفة الهجان للأسف الشديد كان له استاذي حيال عالمي وقال لي دور وبعد كده جي قال لي انت معي فاشتغلت من اليهود اللي كانوا موجودين في مصر قبل الصفر قبل الهجرة فقال لي قلت له انا مش سعيد قال لي ايه مش سعيد قلت له قريت ما تكتبش اسمي في التترات ولذلك مش هتلاقي اسمي في التترات خالص ما انا اكيد عارف اه ما انا كنت مساعد المخرج ما كنتش حابب كنت انا مساعد المخرج اه 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 انا قلت له استاذ يحيا ده انا عارف المعلوم اللي انا اشكل كده ماسألك اه قلت له لا ما تكتبش بس انت انا اشتغلت معاك مساعد مخرج في رقفة الهجان والله طبعا انا كنت مساعد يحيا العالم في رقفة الهجان اه اه الله يرحمه المشهده معانا أظن ولي قلنا كده شلوم اي حبيب ونكرمت في الامارات تكرمت في الامارات وونكرمت في المغرب واتكرمت أخيرا معركة المصرح وتكرمت في معركة شرمي الشيخ السلماني والتسقيف كان رهيب في المصرح المصرح واتكرمت مصرح القومي في النهان حمال عبد العزيز وأنا بالمصرح قادر أقول أن أنا لقيا تاريخ في المصرح ما توقفتش عن المسرح سنة واحدة طوال الرحلة دي ما توقفتش عن المسرح عملت مسرحيات فضيعة الرهائن والمغنيات انت اخر مرة عملت مع الفقراني الف ليلة وليلة وقبل كينجلير الف ليلة وليلة وعملت كينجلير صحيح تاريخ وحاضر ايام ما كان فيه مسرح